لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال يبعث كل امرئ على ما مات عليه فيا من عشت على الطاعة والتوحيد اعلم بأنك ستموت على الطاعة والتوحيد وستبعث يوم القيامة على الطاعة والتوحيد وقد ورد في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع وفي رواية إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فلا تغر أنك الطاعة وبادر إلى الطاعة والاستقامة والمداومة عليها لأنك لا تدري متى سيأتيك ملك الموت واعلم أن كل عبد يبعث على ما مات عليه ووالله لقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصادقين من الموحدين فقد كان سلفون الصالح يخافون من سوء الخاتمة حتى قال أحدهم أخاف أن يسلب مني الإيمان وأنا على فراش الموت وما ربك بظلام للعبيد وكان مالك بن دينار يقوم في ظلمة الليل ويقبض على لحيته ويبكي ثم ينظر إلى السماء ويقول يا رب يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار